بسم الله الرحمن الرحيم أعلا وسهلا بكم في الفيديو ده نستعرض عليكم بعض الحلول المهمة لمشكلات الفاست بوت مود أو الريكافري مود أو الدونلود مود اللي بتواجه معظم هواتف الأندرويد إن جهاز الهاتف بتاعك بيظل عالق على شاشة الفاست بوت مود أو الريكافري مود أو الدونلود مود ففي بعض الحلول اليدوية تقدر إنك تستخدمها بشكل سريع لتجاوز هذه المشكلة تظل ضغط على زر خفض الصوت وزر البار لتشغيل الهاتف لمدة 10 إلى 15 سنة بعد ذلك بيختفي معاك شعار الفاست بوت وبالتالي بيبدأ يفتح معاك الجهاز بشكل طبيعي أو إنك بتضغط مع الاستمرار أيضا على زر التشغيل أو زر الطاقة لمدة 10 ثواني أو 15 سنة وأيضا بيقوم الهاتف بعمل أعادة تشغيل تلقائية وأيضا المفروض بيفتح معاك بشكل طبيعي وبتختفي هذه الشاشة العالقة على الفاست بوت مود أو الدونلود مود أو الريكافري مود ولكن لو إنك ما زل تعالق بعض استخدام هذه الحلول على شاشة الفاست بوت مود أو أي من الشاشات الأخرى فعليك من استخدام هذا البرنامج الصغير هذا البرنامج بيقدم لك الكثير من الحلول لمشكلات هواتف الأندرويد المختلفة تقدر أنك تتصفح الصفحة الرأسية هذه لمعرفة المشكلات اللي بيساعد البرنامج في حلها زي على سبيل المسال الدونلود مود أو الريكافري مود أو الفاست بوت مود الشاشات اللي بيتم معالق عليها الهاتف ومش بيكون عندك القدرة من الدخول إلى الهاتف بشكل طبيعي طبعا البرنامج مش مجاني فمن خلال الصفحة الرئيسية بتضغط على اشتري الآن بيكون في عندك المزيد من الخطط تقدر أنك تستخدم هذا الكود والموضح على الشاشة للحصول على خصم بنسبة 30% بيكون في عندك خطة لشهر أو سنة أو ترخيص مدى الحياة بتضغط على اشتري الآن بعد ذلك بتضغط هنا على ريدمي كوبون كود وبتبتدي أنك تضيف كود الخصم زي ما هو موضح قدام حضراتكم البي اف زيرو زيرو سيفن بي بعد ذلك بتضغط على اوكي وبتحصل على خصم 30% من سعر البرنامج وبتبتدي في ادخال بيانات الدفع الخاصة بيك وبتقدر أنك تشتري البرنامج دلوقتي طريقة استخدام البرنامج بتبتدي من الضغط على تجربة مجانية بيبدأ البرنامج في التحميل معك طبعا لو أنك اشتريته فبيتم ارسال لي كود الترخيص على الايميل اللي أنك استخدمته بعد ذلك بتضغط على البرنامج بشكل مباشر وبتبدأ في عملية التسبيت من خلال انستول سيتنج من هنا بتقدر أنك تغير لغة البرنامج إلى المزيد من اللغات بما في ذلك اللغة العربية بعد ذلك التسبيت وبتنتظر سواني بسيطة أو بعض الدقيق البسيطة لحين ما بيتم تسبيت البرنامج معك بعد ما بيفتح معك البرنامج بتبتدي أنك توصل الهاتف بتاعك باستخدام الكابل على الكمبيوتر بحس أن البرنامج يقدر يتعرف على الهاتف بتاعك دي بتكون واجهة البرنامج معك طبعا بتوصل الهاتف زي ما قلت لحضراتكم باستخدام الكابل بيبتدي البرنامج يتعرف على الهاتف بتاعك أي أن كان نوع الهاتف مثلا هواوي أو سامسونج وغيره من هذه الأمور فلو أنك بتعاني من مشكلة الفاست بوت مود مثلا زي حالة هذا الجهاز فبتبتدي أنك تضغط على الخروج من وضع الفاست بوت مود سواني بسيطة وبيبتدي علاج هذه المشكلة وبيفتح معك جهاز الهاتف بتاعك بشكل طبيعي وتقدر أنك تستخدم وتم تتخلص من هذه المشكلة بما في ذلك أيضا تقدر أنك تدخل الجهاز في وضع الفاست بوت مود أو مثلا دخول إلى وضع الريكافري أو الخروج من وضع الريكافري أو أيضا الدخول أو الخروج من وضع الدونلود بما في ذلك بيساعد أيضا البرنامج في إصلاح ما يقرب من خمسين مشكلة من مشكلات أندرويد المختلفة تقدر أنك تضغط على هذا الخيار لو بتعاني من أي مشكلات لهاتف الأندرويد الخاص بيك ولكن يجب أنك تعمل نسخة احتياطية من بيانات الهاتف عندك لأن أثناء عملية الإصلاح ممكن تفقد بعض البيانات بعد ذلك بتضغط على إصلاح الآن وبيتم إصلاح الكثير من مشكلات هواتف أندرويد المختلفة بما في ذلك أيضا بيساعد البرنامج في حزف ملفات الكاش المؤقتة على جهاز أندرويد الخاص بيك تنظيف جهاز الهاتف تنظيف الهاتف بشكل كامل من جميع بقايا استخدامك للبرامج الملفات المؤقتة والكاش وما إلى ذلك فبتضغط على حزف ملفات الكاش بيطلب منك تفعيل خيارات المطور من هاتف الأندرويد الخاص بيك بتتوجه إلى الإعدادات عندك بعد ذلك حول الهاتف ثم إصدار الأندرويد تضغط عليه سبع مرات بشكل متتالي بيفعل معاك خيارات المطور بترجع مرة أخرى إلى الإعدادات بتضغط على خيارات المطور وبتفعلها وبتفعل خيار وضع تصحيح الأخطاء لليو اس بي بعد ذلك بتسحب شريط الإشعارات وبتحول وضع اتصال اليو اس بي إلى مدير ملفات الجهاز بعد ذلك بيبتدي أو بتضغط على مسح ملفات الكاش وبيبتدي في حزف جميع البقايا أو الكاش والملفات المؤقتة وتنزيف الهاتف بس كده حضركم هو ده كل ما في الأمر إتننا نكون أفدناكم بهذا البرنامج وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته